في مجالنا اليوم بايدن يمحو إرثا ترامب خطوة بخطوة العنف العراق عود على بدء وليبيا مسارات متعددة فهل تصل إلى الحل أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال معكم محمد غمر والبداية بالعناوين العالم يأمل التعاون مع الولايات المتحدة في عهد بايدن والأخير يبدأ إجراءات سريعة لعلاج أزمات خلفها ترامب عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري مزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد واستنكار واسع للهجوم اللجنة الدستورية الليبية بشقيها تتفق على إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات نستهل المجال من الولايات المتحدة إذ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة أوامر تنفيذية لإلغاء سريان قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب من بينها تجديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية وعضوية منظمة الصحة العالمية فضلا عن توقيع مرسوم يقضي برفع القيود عن دخول مواطني دول مسلمة ومع تسلم بايدن مقاليد الحكم بشكل رسمي تعود إلى الواجهة ملفات خارجية على رأسها الاتفاق النووي مع إيران والعلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وسط ترحيب عدد من دول العالم بوصوله إلى السلطة وتأكيدها استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة ياسين النهاري معه المزيد من التفاصيل تفضل ياسين نعم محمد بمجرد أن تخطت قدماه عتبة البيت الأبيض بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة استهل بايدن ولايته بالتوقيع على سلسلة أوامر تنفيذية مزق بها إرث سلفه دونالد ترامب معلنا بدء حقبة سياسية جديدة حقبة تجلت ملامحها بشكل واضح في خطابه الذي ركز فيه على مفهوم أمريكا الموحدة سلاحا لمواجهة التحديات الحقيقية التي تقف أمامها الأمة الأمريكية ليطوي في لحظة فارقة مخاوف الانقسام الشعبي والسياسي قرارات بايدن الخاطفة لم ترسل فقط إشارة بأن أمريكا كما عرفها العالم قد عادت بل كشف من خلالها سهولة التراجع عن القرارات غير المدروسة المفتقرة إلى أبعاد سياسية وقانونية تضمن لها البقاء والاستمرارية فبالوقت الذي استغرقته جرة قدم على كومة بخمة من الأوامر التنفيذية على المكتب البيضاوي أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وأنهى حضر السفر من بعض الدول المسلمة كما قطع التمويل على الجدار الحدودي الذي طالما تفاخر به ترامب حتى آخر أيام ولايته واحدا من أهم إنجازاته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن إجراءات التخلص من إرث ترامب متواصلة وإن بايدن سيرسل مشاريع قوانين إلى الكونغرس مؤكدة أن الإدارة الجديدة ستتوخى الشفافية وستحترم حرية الصحافة وذلك بعد أن أكد بايدن عمليا أمام كاميرات التصوير أن ولايته ستكون أكثر قربا من وسائل الإعلام إلا أن الكلمات الرنانة لا تكفي وحدها لمعالجة التحديات الجمة التي تقف أمامها رئاسة بايدن داخليا كأزمة كورونا والطبقية العرقية والاقتصادية المخيمة على البلاد أو خارجيا كأزمة المناخ والقوى التي تتحدى الهيمنة الأمريكية على الصعيد الداخلي تبرز جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية في صدارة الملفات الشائكة أمام إدارة بايدن سواء مسألة اللقاحات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين وفرض مزيد من الإجراءات للحد من تفشي الوباء أو فيما يتعلق بعلاج الاختلالات والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وانعكاساتها على المجتمع الأمريكي أما على الصعيد الخارجي فقد عاد النقاش بشأن الاتفاق النووي مع إيران إلى الواجهة حتى قبل تسلم بايدن مقاليد الحكم حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران وإن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه وبعد يوم واحد من عقوبات فردتها على مسؤولين أمريكيين بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو أعربت الصين عن أملها أن تعمل إدارة بايدن على تحسين أفاق التعاون لشعبي البلدين وتعطي دفعة للعلاقات بعدما وصفتها بالمرحلة الصعبة بشكل خاص مؤكدة حاجة البلدين إلى استئناف التعاون عند عدد من المجالات من خلال حرصه على إظهار احترامه الكبير لمؤسسة الرئاسة التي يتخطى نفذها حدود الولايات المتحدة يؤكد بايدن استعداده لجعل ولايته عقلانية ومتزنة بعيدا عن التغريدات الهائجة والمنولوجات المتناثرة التي صبغ بها سلفه سنواته الأربع الماضية إليك محمد شكرا لك يا سين وسنذهب مباشرة إلى واشنطن وتنطم إلينا من هناك الكاتبة والبحثة السياسية روان الرجولة أهلا ومرحبا بك أستاذ روان أستاذ روان يعني مع بدء اليوم الأول لبايدن في البيت الأبيض بدأ يمحو إرثى ترامب وبدأ يلغي القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ما هي دلالات ذلك؟ نعم أهلا بك وبالمتابعين حقيقة يمكن القول أنه بدأ البارحة مع توقيعه للأوامر الرئاسية التنفيذية السبعة عشر التي تختص يعني بقرارات كان قد نفذها ترامب وهو اليوم عكسها ومنها رفع الحضر عن بعض الدول التي تعتبر ذات غالبية مسلمة العثة إلى اتفاقية فاريس البيئية وغيرها من الاتفاقيات التي تعتبر من صميم رؤية أو ايديولوجية الحزب الديمقراطي فيما يتعلق في العالمة والتواصل مع العالم طيب من أول الملفات التي اتخذ بايدن إجراءات فيها ملف كورونا ما الذي سيتغير في التعاطي ما بين الإدارة الحالية والإدارة السابقة في هذا الملف؟ نعم هو أمر لوجستي وأمر يتعلق بكيفية توزيع اللقاح يعني كانت خطة الرئيس السابق أنه يعني إعطاء الأمريكيون اللقاح بضم الجرعتين بينما تعهد بايدن في خلال المئة يوم يعني تقديم التطعيم لمئة مليون أمريكي ولكن هذه الجرعة الأولى من الناحية اللوجستية الأخرى أنه يعني ما قامت به الإدارة السابقة فأنها أعطت اللقاح إلى الولايات وحكام الولايات وتركت لهم حرية التوزيع وكيفية تحديد الأولويات بينما إدارة بايدن فهي تدخلت بكيفية التوزيع بكل ولاية طيب عودت واشنطن للالتزام بتعهداتها الدولية وبالاتفاقات التي كانت قد وقعتها قبل قدوم إدارة ترامب عودتها لهذه الالتزامات وخصوصا مع منظمة الصحة العالمية ألا يتطلب دفع جميع المستحقات التي تحللت منها الإدارة السابقة للولايات المتحدة وطبعا يأتي ذلك برفقة أزمة اقتصادية تعيشها معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة كيف سيتجاوز بايدن هذه المشكلة برأيك؟ هذا صحيح ويجب أن نقرأ ما بين الصطور ونقرأ اللغة التي كتبت بها في هذا القرار يبقى الأمر موضوع كيفية تفاعل الصين مع منظمة الصحة العالمية في سماح لها بإدخال القبراء للتحقيق في هذا الموضوع ترغب إدارة بايدن بالعودة إلى منظمة الصحة العالمية ولكن الموقف الذي أحدثته الإدارة السابقة أعطى موضوع تفاوضي أكبر في إدارة بايدن لتحقيق نوع من الإنجازات أو المكسب التفاوضي في حال الرغبة بالعودة أو تحديد الاشتراكات وهذه كما يقولون كلها تفاصيل سوف نعلمها لاحقاً أستاذ روان بايدن وفي خطابه الأول أشار إلى أزمة الانقسام داخل الولايات المتحدة هل تستطيع هذه الإدارة الحالية في ظل ملفات شائكة داخلياً وخارجياً إعادة الوحدة إلى صفوف الأمريكيين؟ هو تقليدياً كل رئيس يأتي يقول أنه يريد الوحدة المجتمع الأمريكي منقسم وليست النتيجة ترامب ترامب هو كشف هذا الانقسام نعم هو النتيجة وليس السبب لذلك أعتقد أن الموضوع أعقد وأعمق من فقط خطاب ورغبة بالعودة هناك مشاكل حقيقية فعلاً في المجتمع الأمريكي ونحن أصلاً شاهدناها أيام الرئيس السابق أوباما ما يتعلق بالعنصر الأمريكي هل سيستطيع بايدن تجاوز ذلك؟ أيضاً هناك وسائل الإعلام الأمريكية التي كانت تسلط الضوء بشكل كبير على هذا الموضوع خلال إدارة ترامب ولكن نريد أن نرى كيف سوف يتم التعامل مع هذا الأمر الآن مع إدارة بايدن كمقيمة في الولايات المتحدة كيف تابع الأمريكيون التنصيب الاستثنائي في ظل كورونا؟ يعني نعم مناصروا بايدن كانوا يشعرون جداً بالفرح وأيضاً بالحزن لأنهم لم يكنوا قادرين على الذهاب إلى واشنطن أو كانوا هنا النزول إلى الكافيتل هيل ولكن مناصروا ترامب طبعاً حزينين ولكن الكل هناك حالة من الوعي أنه يجب التباعد ويجب عدم الاقتصاد وكان هناك تفهم كبير لهذا الموضوع أنا أشكرك شكراً جزيلاً كنت معنا من واشنطن الكاتبة والبحثة السياسية روان أرجولا شكراً جزيلاً 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 عد تفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقا شعبية في العاصمة بغداد وخلف عشرات الضحايا مؤكدة دعمها للعراق من جنبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح وقوف السلطات بحزن ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار العراق مضيفا أن التفجيرين الإرهابيين ضد المواطنين في بغداد في هذا الوقت يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة قتلى وجرحا جراء تفجيرين انتحاريين مزدوجين استهدف سوقا شعبية في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد المتحدث باسم قائد الجيش العراقي قال أن انتحاريين فجرى نفسيهما في ساحة الطيران بعد أن لاحقتهما قوات الأمن في منطقة الباب الشرقي ببغداد الداخلية العراقية قالت أن أحد الانتحاريين فجرى نفسه بعد أن تجمع العشرات لنقل مصابين سقطوا جراء الانفجار الذي نفذه الانتحاري الأول فيما أعربت الشرطة عن مخاوفها من ارتفاع حصيلة قتل الهجوم نظرا إلى وجود حالات حرجة بين المصابين وعقب الانفجارين فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة في ساحة الطيران والمنطقة الخضراء هجوم هو الأول من نوعه منذ نحو ثمانية عشر شهرا حيث تعود آخر الاعتداءات المشابهة في العاصمة العراقية إلى يونيو عام 2019 استهداف هذه المنطقة التي غالبا ما تكون مزدحمة ليس الأول من نوعه حيث شهدت تفجيرا مماثلا قبل نحو ثلاث سنوات أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا للتعليق على الموضوع أنضم إلينا من بغداد الخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور أمير الساعدي أهلا ومرحبا بك دكتور أمير دكتور يعني خلال السنوات السابقة وقبل أي استحقاق انتخابي أو استحقاق كبير في العراق كان يعيش العراق على وقع هجمات إرهابية كهذه ما تعليقك مساء الخير عليكم على كل مشاهدي قناتكم الكرام طبعا نذكر بأن جهد وجذوة تنظيم داعش الأرهابي لم تنقطع عن الساحة العراقية حتى ما انتهى ساحة العمليات والحرب على هذا التنظيم الأرهابي واقتلاع كثير من جذوره لكن ما زالت هناك معارك قائمة على الساحة العراقية ومعارك أمنية واستخباراتية لملاحقة فلول خلايا تنظيم داعش الأرهابي التي لم تتوقف لحد الأجهزة الأمنية عن استيادها لا أريد أن أدرج سيل من الأرقام والحصات التي مرت على قد تخدير خلال الأسبوع الماضي فحسب وليس فقط أن أتكلم عن مئات من العمليات التي سبقت خلال عام 2020 لكن في نفس الوقت كان هناك جهد متعاظم لهذا التنظيم الأرهابي بالساحة العراقية والسورية على قد تخدير في الربع الأول رصدت أجهزة مكافحة الأرهاب في الأمم المتحدة لكن يا دكتور إذا كان الرئيس قد صرخ بأن هذا الهجوم وهذه الهجمات قبل الاستحقاقات الكبيرة هي هجمات متوقعة في العراق ألا يظهر ذلك غيبا أو ضعفا أمنيا واستخباراتيا لدى الحكومة العراقية أولا حتى يكون أكثر مصداقية وبرقماتية مع ما يجرى على الوضع العراقي يختلف مع رئيس الجمهورية سيد برهم صالح هذه لا تتعلق باستحقاقات الكبيرة الانتخابية على أقل تقدير مثلما يريد أن يظهر البعض وحتى بكثير من المراقبين لا نتكلم عن نشاط مستمر لتنظيم داعش الارهابي يقابل جهد كبير من قبل الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تواجه عظم المشكلة والتحدي لهذا التنظيم الارهابي لاتساع رقعة تواجد خلاياها المفردة نحن في صراحة حرب مافيوية حرب عصابات لا نتكلم عن مواجهة مباشرة جيش مع جيش أو جماعات منظمة كانت تقاتل ضد الأجهزة الأمنية والجيش العراقي عندما حدث بعد عام 2014 نتكلم هنا ما بعد تحقيق الانتصار وبالتالي معركة الذئاب المنفردة والمقاتل الشبح ما زالت قائمة لحد هذه الساعة مع التنظيمات الارهابية وبالتالي علينا تجهيد زيادة تكثيف الجهد الاستخباراتي بالمعلومة الاستباقية وذكر المعلومة الاستباقية نتكلم هنا عن ضعف الذي لدينا في حجم التقانة والتطور الذي يمكن أن يجمع هذه المعلومات ثم يعود بعملية ترجمة على الأرض بملاحقة هذه الفلول قبل أن تقوم بالإعداد وضرب أهدافها على الساحة العراقية الأمر الآخر أشار اليوم رئيس الوزراء القادة عن قوات المسلحة في ثلاث نقاط مهمة جدا وهي تشكل عصب ضعف الأجهزة الأمنية أولا وجود تشتت بالجهد الاستخباراتي وجود تعدد بصرع القرار الأمني ووجود تدخلات سياسية هي من تعطل في كثير من الأحيان عملية نقل القادة أو استبدالهم أو حتى إحالتهم إلى خدمة الاحتياط أو حتى التقاعد لكن للأسف أقول اليوم علينا أن نكون أكثر جدية وحذر بتغييد الاستراتيجيات التي تواجه خطر تنظيم داعش نحتاج إلى تكسيف عملية الضربات الاستباقية نعم هناك ضربات قامت بها على قد تقدير قوات النخبة من جهاز بكافحة الإرهاب بالتعاوض مع التحالف الدولي وحلف النيتو بضربات نوعية بمكحول أنا تكلمنا عن جبال مكحول جبال مخمور وأيضا بعض مناطق انتشارة في صلاح الدين وغرب الأنبار وفي نينوى نحتاج إلى عملية زيادة هذا الحجم من الملاحقة والمتابعة لتلك الفلول دعنا نسيق هذا المثل وإن كان بعيدا عن ساحة العمليات يوم أمس أعلن مدير تقاعد محافظة الأنبار هناك خمسين معاملة مزورة لمتهمين بالإرهاب بإحالتهم للتقاعد كموظفين وبالتالي أنظر لحجم التداخل وعملية الخرق التي يشكلها هذا التنظيم بخلاياها أي وجود عملية انجماج دكتور بعيدا عن تبني تنظيم داعش تفعل أفعيلها وهي تبتأهبة يعني هناك من يرى أيضا أن الغرض من استهداف المدنيين في المناطق التي تقطنها أكثرية من الشيعة في العراق هو بث الفتنة لدى المجتمع العراقي والفتنة الطائفية لإبقاء التوتر قائما لدى هذا المجتمع ما تعليقك على ذلك طبعا أذكر أولا المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة ساحة الطيران في وسط القلب العاصمة بغداد لا تبعد إلا أقل من 400 إلى 500 متر عن المنطقة المحصنة وهي المنطقة الخضراء المنطقة هي مختلطة جدا لا يوجد بها غالبية شيعية بل هي منطقة التي تواجد بها كل العراقين لكونها أسواق شعبية تتعاطى مع الطبقة التي تحت خط الفقر والفقيرة لأنها يمكن أن تكون لديها هناك أسعار مخفضة من الملابس والأغذية وهكذا دوالك فكثرة المتبضعين تأتي من كل أنحاء بغداد إلى هذه المنطقة وكونها أيضا منطقة نقل متشعبة لكل نواحي بغداد شرقها وغربها سنتها وشيعتها في دخل القلب العاصمة أي هناك حركة نقليات من ساحة الطيران باتجاه مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية ومن ساحة الطيران باتجاه مناطق السيدية والعامرية وحي الخضراء التي هي ذات الغالبية سنية وبالتالي عملية وجود هذه الحركة والمتوضعين تعطي بأن تنظيم داعش الرهابي توجه إلى منطقة ضعف وهشاشة أمنية أي يمكن سهولة اختراقها بدون أن يلاحظ ولا يكون عليه عملية تفتيش ولا تدقيق ولا مراقبة ويقوم بعملية الاستيداب بشكل مباشر من غير أن يلاحق أو يسقاط الأمر الآخر تنظيم داعش الرهابي لم يتوقف عن عملية محاولة إظهار نفسه هناك محاولة إثبات هذه نقطة جدا مهمة ينبغي أن أذكر بها هذه رسالة ليست للعراقين ليست للحكومة العراقية ووضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أو المخابرة بل هي رسالة لكل العالم هنا يتحدى زعيم داعش الرهابي المدعو أمير محمد بن سعيد المولى والملقب أبو إبراهيم القرشي بأن هناك إمكانات وقدرة وهو واحد من ألقابه هو يلقى بالبروفيسور وبالمدمر وبالتالي يريد أن يعيد رهبة تنظيم داعش الرهابي إلى الساحة الأضعف وهي الساحة العراقية والسورية ثم فيما بعد إلى العالم هذا نقطة تصور الشخصية قد تكون هناك عمليات لاحقة لذئاب مفردة مثل ما حصل سابقا في لندن وغيرها من عواصم الدول الأوروبية بعمليات داس أو طعن أو حتى عملية تفخيق قد تكون محلية الصنع داخل تلك الدول لإظهار قدرة وقوة هذا التنظيم الأرهابي ليقوم مرة أخرى بتحقيق النصر الإعلامي الكبير حتى يحصل الدعم المادي وعملية جذب وكسب كثير من المناصرين إليه. ولا سيما هناك مؤشر من خلال الأمم المتحدة على أقل تقدير هناك لدى تنظيم داعش الرهابي بحدود 100 مليون دولار منتشرة بعملية استثمارات بالشرق الأوسط وآسيا. والأمر الآخر بحدود 10 ألاف لديه مقاتل منتشر بين الأراضي السورية والعراقية. وبالتالي هذا رقم مخيف جدا. ينبغي الانتباه على يوم ولاحظه. من بغداد الخبير الاستراتيجي والأمنية دكتور أمير السعدي. أشكرك شكرا جزيلا. قال بيان للخارجية المصرية أن القاهرة ستصدف الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري الليبي في فبراير. لوضع خريطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات. يأتي هذا وسط ترحيب أممي بالاتفاق الذي جرى في مدينة الغردق المصرية على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر. اتفاق ليبي ليبي قد يمثل انفراجة في المسار السياسي. أعضاء اللجنة الدستورية الليبية أعلنوا الاتفاق المبدئي على إجراء استفتاء قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية الليبية. البعثة الأممية في ليبيا التي أعلنت ثلاثاء بدء أعمال اللجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية كانت أولى المرحبين من نتائج الاجتماعات. إذ أشادت في بيان بما سمتها استجابة وفدي اللجنة للمطالب الشعبية بتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم عبر صنديق الاقتراع. وقالت إن أعضاء اللجنة اتفقوا على استئناف مناقشاتهم في مصر من التاسع والحادي عشر من فبراير. الخارجية المصرية قالت إن القاهرة ستستضيف الجولة الثانية والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير لرسم خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. فيما قال مندوب ليبيا في مجلس الأمن طاهر السني إنه ناقش مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يانكوبيتش مستجدات الشأن الليبي. وأبدى استعداده للمهمة الجديدة. وفيما يبدو أن الفرقاء مجمعون على أن الخطوة في الاتجاه الصحيح لم ترق آخرين. قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية أعلنت رفضها نتائج التصويت. وقالت في خطاب وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة وصرفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي الليبي إنها رصدت انحرافا خطيرا عن المسار الصحيح. القوة التي تعد من بين أبرز أربع قوى مسلحة في العاصمة طرابلس دللت على كلامها بأن الانحراف بدأ بالطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات مرورا بالطريقة التي عرضت فيها المقترحات وصوت عليها. وليس انتهاءا بتدخل أعضاء البعثة الأممية شخصيا في توجيه المسار السياسي لأهداف قالت القوة المسلحة إنها لا تخدم ليبيا بل دائرة ضيقة حزبية لن تصل بليبيا إلى بر الأمان. القوة الليبية ذات الأياد البيضاء في الدفاع عن طرابلس إبان هجوم ميليشيات حفتر أكدت رفضها تلك المخرجات. ودعت للعودة إلى الحوار الليبي الليبي الصحيح وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح مسار بعثة المنظمة الأممية بما يخدم كل الليبيين. للحديث حول هذا الموضوع معنا من طرابلس أستاذ القانون الدولي الدكتور سامي الأطرش أهلا ومرحبا بك دكتور سامي. دكتور اتفاق اللجنة الدستورية على استفتاء الدستور قبل الانتخابات كيف تقيمه وهل يمكن تحقيقه؟ نعم تحيي لحضرتك ولمشاهديكم إذا عدتكم الكريمة. الحقيقة نحن ما زلنا نقف في نفس الخط الذي وقفنا فيه منذ أن اتجه بعض من أعضاء الهيئة الدستورية دون موافقة الإدارة أو الهيئة الرئيسية فيها. لزيارة مصر للبحث في مسألة ما سمي في ذلك الوقت حل الأزمة السورية أو البحث على ما سمي بالقاعدة القانونية الدستورية. الحقيقة منذ ذلك الفترة ومنذ ذلك الوقت ونحن نقول بأنه لا يمكن لطرف ليس محايد في القضية الليبية بشكل عام أن يكون جزءا من إصلاحها. يعني هناك تناقض واضح في هذا الموقف. الأمر الذي لا يمكن أن نطمئن معه إلى كل مخرجات هذه الاجتماعات التي تتدم في الغردقة أو في القاهرة مستقبلا. يعني تعدد مسارات الحوار بين الليبيين سواء في مصر أو في بروكسل أو المغرب أو حتى ليبيا. هل هي مسارات متكاملة أم متضادة برأيه؟ على الإطلاقية هي محاولات تلفقية للملمة حلول إجمالية. إجمالية لا يمكن لها أن تقف في وجه العواصف القائمة الآن في الساحة السياسية الليبية. لأنه لا بد من اتباع قواعد. يعني لكل أمر قواعد يمكن اتباعها حتى تصل إلى بر الأمان. هذه المسارات التي لا تمتلك الحقيقة لا شرعية. ولا تمتلك موافقة حتى منها الهيئات التي فاقدها إلى الشرعية. ولكن تظل هي الهيئات المباشرة في سلطتها على هذه الشخصيات. مثلا لو قلنا هيئة دستورية التي ذهبت إلى مصر. هذه لم تصدر عن قرار دستوري حقيقي من المسؤولين في الهيئة الدستورية. وإنما كانت بعض الشخصيات التي ارتأت ربما الاتجاه نحو مصر. سيعطي شيء جديد لهذا الجسم الميت. يعني الرغبة التي يديها المجتمعون في هذه المسارات للحل السياسي في ليبيا. برأيك ستصطدم برفض قوى تحكم الأرض لهذه المسارات؟ هذه حقيقة. هذه حقيقة التي يحاول جميع السياسة في جميع المسارات. سواء العسكرية أو السياسية أو أيضا القانونية أو الدستورية إذا صح التعبير. يسقطون الحقيقة شيء مهم في معادلة الديمقراطية. وهي أن الشعوب هي السيدة وهي من تقرر. هذه الشعوب التي تمثلها قوى كثيرة في المجتمع. هي تعتبر في حالة نكران كامل. في حالة إجهاض وإسقاط لكل تدخلاتهم وأراءهم. وبالتالي هم لا يمثلون حقيقة القوى الفاعلة على الأرض. ومن ثم بالسؤال مع هذه القوى والاتحادات والنقابات والثوار إلى آخره. الإجابة تكون دائما أننا لا أمل لنا في كل هذه المعطيات. ولن نقبل بها عندما يقولوا أننا وصلنا إلى حلول. لأن هذه الحلول لم تنبع من إرادة الشعب الليبي الحقيقة. يعني برأيك ما زالت الأزمة الليبية في المربع الأول؟ نعتقد كذلك. لأن الحلول التلفقية لا يمكن إلا أن ترجع إلى المربع الأول. لأننا نحن مصممين. أن إما أن يكون بناءا ديمقراطيا صحيحا وفقا لقواعد يرتضيها الجميع. سواء كان على مستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو أيضا على المستوى المحلي. أما اللعب في مناطق ضبابية من أجل تلفيق حل. نقول أننا وصلنا إلى حل الأزمة. أنا نعتقد أنه لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة. هناك مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. برأيك دكتور هل سيبني على ما حققته ستيفاني ويليامز أم سيبدأ من جديد؟ لا بالتأكيد هو سيتبع الخارطة التي رسمتها ستيفاني ويليامز أو رسمتها الأمم المتحدة بشكل عام عبر مندوبيتها في ليبيا. لأن هذه الخارطة هي الخارطة الوحيدة التي استطاعوا من خلال ما قرروه من تطبيق لقواعد القانون الدولي. ولاتفاقات مجلس الأمن وقراراته. أنه لا بد من حلول تلفيقية تطبق في ليبيا. لأن لم يكنوا قادرين على مواجهة المخطئ. سواء كان من الدول المتدخلة في شأن الليبي. أو كانت من القوى التي لا تريد خيرا من شعب الليبي. فبالتأكيد هو سيكون أحد الأدوات التي ستوظف في نفس الاتجاه. ولنأمل أن يكون هناك تغيير في موقف البعثة الأممية. لأننا لم نسمع من مجلس الأمن تعديل وتصحيح. ولم السيد الأمين العام للممتحدة تعديل أو تصحيح لما تقوم به السيدة ستيفاني ويليان. وهي يخالف تماما كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وعن ما سمي بالمرجعية الدولية. وهو الاتفاق السياسي. عدم سكوتهم وعدم تدخلهم في هذا الشأن. يعني بالتأكيد أن الأمم المتحدة رسمت خارطة. وتريد أن تطبقها شاء من شاء وأبا من أبا. وهذا مرفوض من أحرار الشعب الليبي وحرائر الشعب الليبي. أنا أشكرك. شكرا جزيلا كنت معنا من طرابلس. أستاذ القانون الدولي الدكتور سامي الأطرح. المجال يستمر معكم. ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. شدد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو على ضرورة إيجاد أجواء إيجابية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة. جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال شاوش أغلو أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لجعل تلك الأجواء الإيجابية مستدامة. مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تكن على ما يرام خلال العام الماضي. حالة من التفاؤل تسود العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في أعقاب لقاءات تركية أوروبية ورسائل إيجابية بين أنقرة وبركسل. تلت ذروة التوترات بين الجانبين بسبب أزمة شرق المتوسط وعدة قضايا. خطوة هامة لدفع العلاقات الثنائية بدأت بلقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزي بوريل في بروكسل ضمن المساعي الدبلوماسية لتحسين العلاقات التركية الأوروبية. من جانبه دعا جوي شاوش أغلو إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية بين الجانبين. عاقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبل الماضي ظهرت إرادة سياسية من تركيا والاتحاد الأوروبي لإيجاد أجواء إيجابية في العلاقات بين الجانبين. علينا اتخاذ خطوات ملموسة لاستمرار تلك الأجواء. الرئيس رجل طيب أردوغان وجه دعوة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفاوضية الأوروبية لزيارة تركيا. وسأقوم اليوم مع صديقي جوزيف بوريل ببدء تجهيزات اللقاء. فيما أكد جوزيف بوريل أن الطرفين بدأ العمل جديد بشكل إنجابي. وإن الخطوات التي اتخذت لاستعناف المحادثات مع اليونان بشأن موارد النفط والغاز في البحر المتوسط موضع ترحيب. شهدنا تحسنا في الأجواء العامة بين الجانبين. ونتمنى بشدة أن نرى تراجعا دائما بالتوتر في منطقة الشرق الأوسط. حراك ديبلوماسي لتحسين العلاقات التركية الأوروبية جاء عقب تحركات ألمانيا وزيارة وزير خارجيتها هيكو ماس إلى أنقرة للإشادة بما سمه مؤشرات إيجابية صادرة عن الرئيس التركي والإحاطة بمبادراته. تفاول تركي وحراك أوروبي وسط آمال في تحول حسن النوايا سريعا إلى أفعال ملموسة. مع الحفاظ على مصالح الجانبين والمحافظة على الاستقرار الإقليمي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الباحث في الشأن الأوروبي والعلاقات الدولية. محمد رجائي بركات أهلا ومرحبا بك سيد محمد. سيد محمد يعني بعد الرسائل الإيجابية من أنقرة وعواصم الاتحاد الأوروبي. والتي بدأت مع بداية السنة الجديدة. ما الذي تشكله زيارة شوش أغلو هذه المرة إلى بروكسل؟ هو سيحاول جس نبض دول الاتحاد الأوروبي. ومعرفة عما إذا كانت مستعدة لبدء في صفحة جديدة في العلاقات بين التركيا والاتحاد الأوروبي. ولكن ما لاحظت اليوم من وسائل الإعلام الغربية وخاصة في بلجيكا. والتصريح التي أدل بها بعض المسؤولين الأوروبيين. وخاصة وزير خارجية اللوكسنبورغ. أنه قال أن الدول الاتحاد الأوروبي تريد من تركيا أن تجسد على أرض الواقع ما وعد به أو ما أدل به من تصريحات الرئيس التركي أردوغان. وأنها ستستمر في الدفاع عن مصالحها. مصالح الاتحاد الأوروبي كاتحاد ودول الأعضاء. فبالطبع أن هناك الكثير من المشاكل التي برزت على الساحة خلال الفترة الأخيرة. موضوع التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. والعقوبات الخفيفة نوعا ما. هذه كانت التصريحات من لكسنبورغ. لكن إلى أي درجة نستطيع أن نستشف أن الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي. بدأت تتغير نظرتها إلى ما تطالب به تركيا من حقوقها. خصوصا في ملف شرق المتوسط. هذا ما كنت أريد أن أقوله. من ناحية هناك تصريحات وزير خارجية اللوكسنبورغ. ولكن هناك تصريحات وزير الخارجية الألماني. والمواقف التي تبنتها المستشرة الألمانية سيدة ميركل. هذه التصريحات تدل على أن هناك رغبة لدى ألمانيا. وبعض الدول الاتحاد الأوروبي الأخرى. أن تفتح أيضا صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا. هناك مصالح لتلك الدول. في بناء علاقات جيدة مع تركيا. وذلك كما تعلمون. مشكلة اللاجئين. وتبادلات التجارية. والعلاقات الاقتصادية. الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي والتركيا. فبالتالي. من المتوقع أن يتم اليوم. خلال لقاءه مع سيد جيزيبي بوريل. الناطق بلسان مسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ويوم غد مع رئيس المجلس الأوروبي سيد شارل ميشيل. وأيضا سيجتمع مع ستوتلبرغ. وهو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. من المتوقع أن يتم محاولة لترتيب إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية. وطبعا بانتظار القمة الأوروبية القادمة. وانتظار أيضا غدا سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بعد تقارب مع بريطانيا. وبعد زيارة من وزير الخارجية الألماني إلى أنقرة. والآن الوزير التركي موجود في بروكسل. هل ترى أن هذه السنة هي سنة التقارب ما بين أوروبا وتركيا؟ أعتقد من مصلحة الجانبين أن يكون هناك تقاربا وخاصة. ولكن هناك مشكلة هي مع بعض الدول كاليونان وقبرص وأيضا فرنسا. ولحظنا أن الموقف الألماني تغلب نوعا ما على الموقف الفرنسي وموقف اليونان وقبرص. من بروكسل البحث في الشأن الأوروبي والعلاقات الدولية. محمد رجائي بركات. شكرا جزيلا لك. وفق مجلس الشيخ الأمريكي على تعيين أفريل هينز رئيسة للاستخبارات الوطنية. لتصبح أول مرشحة للرئيس جو بايدن تحصل على موافقة المجلس. وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية. وتعد الاستخبارات الوطنية الجهة الرئيسة التي تتولى التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية الستة عشر. والتي يعمل كل منها بطريقة منفصلة. ويطلق عليها جميعا مجتمع الاستخبارات الأمريكية. تفاصيل أكثر عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية في التقرير. مجتمع المخابرات الأمريكي هو اتحاد يضم سبع عشرة وكالة حكومية فدرالية الأمريكية تعمل بشكل منفصل للقيام بأنشطة استخباراتية لدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. تشكل المجتمع في الرابع من ديسمبر عام 1981 في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وتقدر ميزانيته ب81 مليار دولار أمريكي. وتعمل ضمنه وكالة الاستخبارات الوطنية التي تعرف بمكتب مدير الاستخبارات الوطنية وهو المسؤول عن جميع الوكالات الستة عشرة الأخرى ومديره يتولى منصب مستشار الرئيس. أما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فتعد الأشهر عالمياً وتدير عمليات التجسس وتنفذ عمليات سرية خارج البلاد. في حين تمتلك وكالة الأمن القومي أضخم بنية تكنولوجية في مجتمع الاستخبارات الأمريكي. وكالة استخبارات الدفاع تعتبر أهم وكالة استخباراتية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وهي معنية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية. مكتب التحقيقات الفيدرالي المشهور بـ FBA يجمع بين سلطة تنفيذ القانون وجمع المعلومات الاستخباراتية لحماية البلاد من الإرهاب والهجمات الإلكترونية. مكتب الاستخبارات والأبحاث يدبع وزارة الخارجية الأمريكية ويقوم بجمع وتحليل المعلومات عن جهات خارجية كما يقدم تقاريره لوزير الخارجية والدبلوماسيين الآخرين. ويقوم مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي بمسؤولية الأمن الداخلي وحالات الطوارئ وأمن الحدود وأمن النقل إضافة إلى الأمن الحيوي ضد الفيروسات المميتة. أما مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخزانة فمعني بمكافحة مصادر تمويل الإرهاب ومنع الدول الخاضعة العقوبات الأمريكية من القيام بعمليات غسل أموال. مكتب الاستخبارات المضادة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية تأسس لجمع المعلومات عن البرامج النووية السوفيتية وبعد تفاكك الاتحاد السوفيتي أصبح مختصا بتقديم معلومات عن التقنية النووية للدول الأخرى وأمن الطاقة والتكنولوجيا والطاقة النووية. وكالة الاستخبارات الجغرافية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تعد المصدر الرئيسي للمعلومات الجغرافية الخاصة بطبيعة الأرض فيما عمل مكتب الاستطلاع الوطني في سرية تامة لثلاثة عقود حتى تم الكشف عن أنشطته عام 92 من القرن الماضي وهو المسؤول عن عمليات الاستطلاع بوسطة الأقمار الصناعية إضافة إلى استخبارات الجيش الفرع المسؤول بالجيش الأمريكي عن اعتراض الاتصالات الإلكترونية العسكرية ورسم الخرائط الخاصة بمواقع القوات الأجنبية وتقديم الدعم للقوات المحاربة في ميادين القتال وتنحصر مهمة الاستخبارات البحرية في مراقبة تطور القدرات القتالية لأساطيل الدول المعادية إضافة إلى دورها في مراقبة حركة الملاحة التجارية المدنية لمراقبة عمليات التهريب البحري وتقوم استخبارات مشات البحرية الأمريكية برسم الخرائط البحرية ومكافحة العمليات الاستخباراتية المضادة أما استخبارات حرس الحدود فتضم جزءا من الجيش وجزءا من وزارة الأمن الداخلي وهي مسؤولة عن حماية 160 ألف كيلومتر من السواحل والحدود الأمريكية وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع رشال حلبي تفضل شكرا محمد أهلا بكم وقع رئيس الأمريكي جو بايدن أول مرسوم رئاسي تنفيذي بعد أدائه اليمينة الدستورية وانتقاله مع زوجته إلى البيت الأبيض ذلك بعد انتهاء حفل التنصيب نشاهد ترجمة نانسي قنقر إذن تم تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وغردت جو بايدن مؤكدا أنه لا يوجد وقت لإضاعاته عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي تواجه بلاده مشيرا إلى بدء العمل لتقديم إجراءات جريئة وفورية وكذلك غردت نائبة الرئيس كامالا هاريس بعبارة جاهزة للخدمة رونالد كلين كبير موظفي البيت الأبيض اعتبر أن في هذا اليوم تجددت الديمقراطية الأمريكية مشددا على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما غرد مباركا لبايدن قائلا له هذا هو وقتك هيلاري كلينتون تمنت لبايدن وهاريس التوفيق في عملهما من أجل تعافي أمتهم أملة أن يسهم الجميع في مواجهة التحديات المقبلة ردود فعل أعضاء الكونغرس كانت حاضرة أيضا السيناتور جيف ميركلي أبدأ استعداد بلاده للعمل مجددا مع سائر الدول لمواجهة أكبر التحديات العالمية بعد عودة واشنطن لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ السيناتور كوري بوكر أكد أن بايدن هو القائد الأفضل لإرشادهم خلال هذه الأوقات المضطربة السيناتور إلهان عمر أشادت بقرارات بايدن الأولى ومن بينها إلغاء حظر السفر على مسلمي بعض الدول معتبرة أنه يوم جديد السيناتور أليكساندريا أوكاسيو كورتاز هنأت الرئيس ونائبته معتبرة أن العمل اليوم يجب أن يتركز على تحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية للجميع السيناتور ماكسين ووترز اعتبر أن عبء العيش تحت حكم ترامب رفع عن كاهلها تنصيب جو بايدن رئيسا نال ردود فعل دولية رسمية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن ترامب وبومبيو وشركاءهما سقطوا في مزبلة التاريخ مضيفا في تغريدة ذكرى قاسم سليماني والألاف الذين قتلتهم إدارة ترامب ستظل خالدة وربما الأشخاص الجدد في واشنطن تعلموا الدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب عن تطلعه للعمل مع بايدن لتحقيق الأهداف المشتركة ولسيما في القضايا الحيوية كتغير المناخ وكورونا الرئيس الفرنسي إمانيوال ماكرون رحب بعودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ معتبرا أن تكاتف قوة لمواجهة تحديات العصر يوشيهيد سوغا رئيس الوزراء الياباني أكد أن البلدين حلفان مرتبطان بقوة الروابط والقيم العالمية المشتركة الملك الأردني عبدالله الثاني غرد مقدرا الشراكة الاستراتيجية العالية بين البلدين متطلعا للسعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين وفي الفضاء الرقمي العربي تنصيب بايدن نال تفاعلا واسعا الصحفي والمعارض محمد مجيد الأحوازي غرد صورة جماعة بايدن بأوباما وعلق عليها بالقول الرئيس أو بايدن ناشطون في شؤون الخليج غرد متسائلين يعترى ما الذي سيقدمه بن سلمان لبايدن كان يكسب رضاه خصوصا أن الأخيرة يملك الكثير من أوراق الضغط التي يستطيع من خلالها خنق بن سلمان أما العضو المؤسسة في حزب التجمع الوطني السعودي المعارض مضاوي رشيد فغردت قائلة إن أجمل ما في الديمقراطية أنها تمكنك من التخلص من الدكتاتوريين رغم المطبط والانتكاسات بطرق سلمية أستاذ العلوم السياسية الإماراتية عبدالخالق عبدالله رحب بايدن رئيسا لأمريكا وصديقا لدول الخليج العربي محمد البرادة عيناء بالرئيس المصري السابق أمل انتهاج سياسات أكثر اتساقا مع مصالح المنطقة مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة أما الكاتب اليمني عثمان الأهدل فعلق على قول بايدن إن الإسلام ليس عدوا لأمريكا متسائلا هل ستتنفس الدول الإسلامية السعوداء أم سيمضي إلى إتمام مسلسل ترامب في الضغط لمزيد من التطبيع يعتبر فلسطينيون أن وحدة الموقف السياسي الفلسطيني وتعزيز المقاومة بكل أشكالها وترتيب البيت الفلسطيني هو السبيل الوحيد والصحيح لحماية القضية الفلسطينية وليس شكل الإدارات الأمريكية نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم وعودة إليك محمد شكرا لك رشا أما الآن إلى أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد ثلاثة إرهابيين من تنظيم واي بي جي شمالية سوريا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على منطقة درع الفرات عبر إطلاق نار من مدينة تل رفعت روسيا تطلب من تنظيم واي بي جي الإرهابي تمديد مهلة منحها للنظام السوري للانسحاب من مدينة الحسك شمال شرق سوريا لأسبوع آخر متعاهدة بتقديم مقترحات ترضي الجانبين منظمات غير حكومية تونسية تحصي توقيف ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا منددة بانتهاكات من قبل السلطة طالت الموقوفين الحكومة اللبنانية تعلن تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى الثامن من فبراير المقبل في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا ألية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 تقول إنها تهدف إلى تقديم مليار وثمانمائة مليون جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في عام 2021 هيومن رايتس ووتش تقول إن الغارة الفرنسية في مالي التي قتلت العشرات هذا الشهر استهدفت حفلة زفافة كان يحضره مدنيون وليس تجمعا لمسلحين كما زعمت باريس المستشارة الألمانية أنجلا ميركل تؤكد عدم تخليها عن مشروع خط أنبيب الغاز الألماني الروسي الذي يواجه عقوبات أمريكية رغم أملها في تحسين العلاقات مع إدارة بايدن بخطوات مدروسة ودقيقة تحاول الفنانة الفلسطينية من قطاع غزة نداء الشنطي تحول شرائط الورق إلى تحف فنية متنوعة بعد لفها وتشكيلها بصورة متناسقة وبأسلوب خاصة واكتشفت الشنطي موهبتها بفن لف الورق قبل عامين بعد أن جربته للمرة الأولى عندما عاينت نماذج لهذا الفن نفذتها صديقة لها إضافة إلى مشاهدتها مقاطع فيديو لتعليمه عبر موقع يوتيوب قصة نداء وهذا النوع من الفنون في مجالنا اليوم موسيقى فن الكولينغ فن لف الورق بتحديد فن جديد ونادر في قطاع غزة الفن الكولينغ هو فن ظهر من الصين فن الورق ظهر منذ ظهور الورق في الصين كانت تستخدمه انتشر هذا الفن على دول أخرى كانت تستخدمه راهبات إيطاليات وفرنسيات كانت تستخدمه في تزيين الكتب باللوحات والهدايا طبعا هذا الفن من نوع الفنون اللي بياخد جهود وبياخد وغيت وبياخد صبر بيحتاج صبر طبعا هذا الفن بلش معي بال2019 وحولت كاستهوانة تعرف عليه عن مواقع التواصل وعن الصديقة السابقة للي في هذا المجال حبت اني أبدأ فيه أشوف كيف أنا بدي أنتج روحات بورق كيف بدي يكون معي الورق هل هيزبط معي الفن هل هيحتاج مساعدة هل وفي الأشياء اللي بتتعلق بالفن الحمد لله هذا الفن كانت بدايته حلوة وكان كتير أتقنته الحمد لله منذ بدايت تعلم لهذا الفن بدايته للفن كانت أشياء من وحي الطبيعة لكن حاولت أطور من نفسي أشوف حالي كيف بدأ أبدأ بأفكار تانية وأشكال تانية الحمد لله رسمت عبرت بالبداية عن وحي الطبيعة بعدين عبرت عن خريطة فلسطين كجزء من قضيتنا الفلسطينية وعلم فلسطين وخريطة العالم وعبرت عن هذا الفن بأيات قرآنية ألات الموسيقية كألت السكسابون الموسيقى والموسيقى وطبعا عبرت عنه ككارونا اللي كتير مأثرة في العالم ككل عبرت عن رسم الكولينغ في الكارونا بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه بايدن وخطوات سريعة لملاحقة إرثي ترامب العراق في دائرة العنف عود على بدء وليبيا مسارات متعددة هل تفضي إلى الحل؟ شكرا على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر